السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي اليوم إن شاء الله في قناة وصفات لكم سوف أشارك معكم مجموعة من الوصفات التي إن شاء الله ستكون بمكون رائع وهي الخميرة سمعت كثيرا أن للخميرة فوائد كثيرة على البشرة حتى قمت بتجربتها بنفسي حقا قناع الخميرة يعمل على شد الوجه يزيد أيضا من نظارته يساعد أيضا قناع الخميرة على التخلص من الحبوب لأن الخميرة تحتوي على فيتامين با تكافح الشيخوخة تكافح الخطوط الرفيعة المباكرة إذن إذا كنتم ترغبون في التمتع ببشرة نظيرة مشرقة بشكل طبيعي إليكم اليوم خلطات مختلفة بالخميرة للعناية بالبشرة إذن على بركة الله سوف نمر الآن لتعرف على أول خلطة فهي ستكون وصفة رائعة لتنظيف وتبيض البشرة إذن على بركة الله سوف نضيف هنا تقريبا ما يعاد المقدار ملعقة كبيرة ممتلئة من الخميرة سأضيف إليها هنا يمكن إضافة الماء العادي كما يمكنكم أيضا إضافة كيمية من ماء الورد سأضيف أنا هنا كيمية من ماء الورد وسأحاول أن أقوم بخلط ودمج المكونات إلى غاية ما نقوم بتدويب الخميرة حتى نتحصل على خليط متجانس نستمر في تدويبها جيدا سأضيف هنا ماء الورد تدريجيا حتى أحصل على القوام الذي نريده نستمر هكذا في الخلط كما تلاحظون بعد أن قمت بتدويب الخميرة جيدا حصلت على قوام بهذا الشكل كما تلاحظون بعد ذلك سنقوم أولا بتنظيف البشرة جيدا بماء فاتر ثم سوف نأخذ من هذه الوصفة ستعطينا كما قلت لكم تبييد كما أنها ستعمل على تنظيف البشرة ثم نبدأ بتوزيع الوصفة على كامل البشرة باستثناء منطقة تحت العينين بهذا الشكل على الرقبة كذلك هكذا ثم سنترك هذه الخلطة تقريبا مدة 15 دقيقة هنا لا تقلقوا إذا شعرتم بأن الخميرة تجف على البشرة لأنها بذلك تمتص الشوائب والغبار التي تكون على البشرة سنتركها كما قلت مدة 15 دقيقة بعد ذلك سنقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وصفة إن شاء الله ستخلصكم من كل الشوائب وأيضا من كل الخلايا الميتة كذلك إذا لاحظتم أنها جفت تقومون بتقشيرها بحركات دائلية حتى تعملون على إزالة كل الخلايا الميتة بعدها قوموا بشطف بشرتكم هذا بالنسبة إلى الخلطة الأولى والآن سوف نمر إلى الخلطة الثانية التي سوف تعالج لنا مشكلة حب الشباب وآثار حب الشباب على البشرة بالنسبة إلى الوصفة التي سوف تعالج لنا مشكلة حب الشباب سوف نحتاج فيها إلى ملعقة من الخميرة هنا بعد تدويب الخميرة سنضيف تقريبا مقدار ملعقة بهذا الشكل من الخميرة ثم سنضيف لها كذلك مقدار ملعقة صغيرة من العسل العسل الطبيعي عسل النحل وكذلك نحن سنضيف هنا أيضا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة كذلك من عصير الليمون الحامد سأضيف هنا بضع قطرات من عصير الليمون الحامد بعد أن قمت هنا بوضع كل المكونات سنقوم الآن بالخلط جيدا نخلط المكونات إلى غاية ما تتجانس مع بعضها البعض هنا كما تعلمون العسل يحتوي على مضادات يعالج حب الشباب كذلك عصير الليمون الحامد يعمل على تشفيف البشرة بالخصوص البشرة الدهنية بعد أن قمنا هنا بخلط المكونات جيدا ندمج جيدا إلى غاية ما تتجانس المكونات هنا العسل يحتوي على مضادات الأكسدة كذلك هنا استخدمت عصير الليمون الحامد يعمل على تبييض البشرة وعلاج مشكلة حب الشباب وأيضا أطار حب الشباب كذلك الخميرة بدمجها مع هذه المكونات ستعطيكم قناع للوجه يعمل على تنظيفه وأيضا علاج حب الشباب وأطار حب الشباب بعد أن قمنا كما لاحظتم بالخلط سنقوم بأخذ هذه الوصفة وسنبدأ بتطبيقها على كامل البشرة هنا إذا أردتم إضافة مكون آخر سوف يزيد من فعالية هذه الوصفة لكن هو اختياري إذا أردتم أو إذا كان متوفر وهو النشا نشا الدراء أو ما يسمى بالمايزنا أنا وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة من النشا نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعض رائع النشا لدوات البشرة التي تكون دهنية أيضا يعمل على سد المسامات وتضييقها لمن تعاني من مسامات تكون واسعة أنصح فقط باستخدام النشا بعد أن حصلنا على خليط متجانس سنأخذ هذه الوصفة وسنبدأ بتطبيقها هكذا بحركات دائرية نقوم بدهن كامل المناطق التي بها حب الشباب وآثار حب الشباب هنا ملاحظة باستثناء منطقة تحت العينين نتجنب هذه المنطقة فقط المناطق التي بها حب الشباب وآثار البطور كذلك نقوم بالتدليك تقريبا مدة دقيقتين كما أن هذه الوصفة أيضا سوف تعطيكم حتى تفتيح للبشرة بعدها سنترك الخليط على البشرة مدة نصف ساعة بعد مرور النصف ساعة تقومون بشطف بشرتكم بماء يكون فاتر ثم بعد ذلك بالماء البارد ستعطيكم نتائج رائعة جدا سواء في تفتيح البشرة وأيضا علاج حب الشباب وآثار حب الشباب هذه الوصفة من الأحسن استخدامها تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع فهي وصفة رائعة وستعطيكم نتائج سوف تذهلكم والآن بعد أن قمنا بتحضير وصفة حب الشباب سوف نمر الآن إلى وصفة أخرى ستزيد من تفتيح البشرة لدرجات وكذلك ستعطيكم ترطيب للبشرة الوصفة الموالية سنحتاج فيها كذلك إلى ملعقة من الخميرة أيضا سنحتاج هنا إلى ملعقة من عصير الليمون الحامد وسوف نبدأ في تدويب وخلط المكونات حتى نتحصل على خليط أو قوام يكون متجانس بعد ذلك سأضيف مكون آخر سوف يزيد من فعالية هذه الوصفة نخلط جيدا بعدها سأضيف هنا الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة سأضيف تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين من الزبادي هذه الوصفة ستعطيكم ترطيب تبييد للبشرة لدرجات كما أنها سوف تعمل حتى على علاج التجاعد ونستمر الآن في خلط ودمج المكونات نحاول أن نقوم بالخلط إلى غاية ما تدجانس المكونات مع بعضها البعض بعد ذلك سنطبق هذه الخلطة على بشرة تكون نظيفة هذه الوصفة من الأحسن المداومة عليها بشكل يومي حتى تتحصلون على النتائج المرغوبة وكذلك في أسرع وقت كما تلاحظون بعد أن حصلنا على قوام بهذا الشكل على بشرة تكون نظيفة سنبدأ بتوزيع هذا الماسك بداية من بشرة الرقبة إلى كامل بشرة الوجه كذلك باستثناء منطقة تحت العينين نتجنب دائما منطقة تحت العينين لأنه نستخدمنا هنا في هذه الوصفة عصير الليمون الحامد نقوم بتدليك كامل البشرة بهذا الماسك وسنتركه مدة نصف ساعة يمكنكم أيضا تطبيق هذا الماسك حتى على اليدين كذلك فهو يعمل على تبيضها وتفتيهها كذلك لدرجات أيضا بشرة القدمين كذلك وصفة ممتازة بالنسبة لهذا القناع فهو يعمل على تبيض الجسم بالكامل كما أنه سوف يترك لكم البشرة رطبة لأنه قناع رائع والمكونات كلها طبيعية وممتازة 100% كما رأيتم اليوم شاركت معكم وصفات بالخميرة كما تعلمون الخميرة مكون ممتاز ومفيدة سواء في شد البشرة تبيضها أيضا حتى في تسمين اليدين وتسمين الوجه فهي تعمل على تسمين الوجه بشكل رائع وممتاز وكذلك آمنة 100% إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفات بطبيعة الحال إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بدعمي بالاشتراك في القناة وكذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر